مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا الأعزاء طلاب الصف السامن تحية طيبة وبعد إن شاء الله اليوم هنأخذ الدرس الثاني من دروس المشكلات البيئية وهو درس مشكلة انجراف الطربة إن شاء الله هنخصص حصة اليوم لحل التدريبات الكتاب صفحة 101 و102 معكم الأستاذ أحمد عبد الحليم في حل التدريبات الكتاب صفحة 101 و102 يطلب من كل طالب إيجاد الكتاب ومعه قلم ويفتح معايا صفحة 101 في صفحة 101 نبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الأتية يبقى في صفحة 101 معايا الكتاب وهنتابع مع بعض السؤال الأول لو السؤال يختار بين البدائل الأتية عندي سؤال 1 و 2 الكل يحضر الكتاب ويتابع معايا السؤال الأول يتم معالجة مشكلة ميل الأرض والإنحدارات الجبلية من خلال ده طبعا احنا قلنا من ضمن الحلول المقترحة لحل مشكلة انجراف التربة طبعا كان من ضمن هذه المشاكل مشكلة ميل الأرض والإنحدارات الجبلية وتم حل هذه المشكلة طب ايه الطريقة اللي من خلالها حل هذه المشكلة وهي طبعا انشاء المضرجات الزراعية يبقى كيف يمكن حل مشكلة ميل الأرض والإنحدارات الجبلية من خلال انشاء المضرجات الزراعية دي أجابة السؤال الأول في المسئلة الموضعية لو رحنا على السؤال الثاني أي مما يلي يساعد على علاج مشكلة انجراف التربة دي كلها مقترحات وحلول قدمناها عشان نحل هذه المشكلة من ضمن الحلول والمقترحات اللي بنعالج من خلالها مشكلة طبعا انجراف التربة وهي طبعا وقف قطع الأشجار كاد بنضمن أسباب انجراف التربة الرعي الجائر وطبعا قطع الغابات لا احنا بنحل هذه المشكلة عشان نحل هذه المشكلة ونعالجها بنوقف قطع الأشجار ده بالنسبة للسؤال الأول اللي هو خاص بالأسئلة الموضعية السؤال رقم 1 والسؤال رقم 2 لو رحنا مع بعض على السؤال الثاني عرف انجراف التربة ده مصطلح طبعا من ضمن المصطلحات الجغرافية إلا من خلاله بعرف انجراف التربة ما هو المقصود بانجراف التربة؟ هو تآكل الطربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر يعني الطربة بتنجرف يعني تتحرك من مكانها إلى مكان آخر هو للتعريف المناسب والمختصر لانجراف التربة يبقى السؤال الثاني هنكتب مع بعض عرف انجراف التربة هو تآكل الطربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر تاب النسبة لإجابة السؤال الثاني لو عرف انجراف للطربة كده مع بعض يبقى احنا جعبنا على السؤال الأول الاختياري والسؤال الثاني اللي هو التعريف لو رحنا على السؤال الثالث أجب عما يلي السؤال الثالث الفقر رقم واحد ما الأسباب التي تساعد على انجراف التربة؟ هذا السؤال من الأسئلة المهمة بيولي إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث مشكلة انجراف التربة وحنا ذكرناها في الحصة الماضية لما عددنا مع بعض أسباب انجراف التربة وهي أول سبب من هذه الأسباب طبعا واحد الرياح طبعا الرياح لها دور كبير في حدوث انجراف التربة ثاني الأسباب المياه طبعا حيث تعمل على تفتيت التربة وانتقالها من مكان إلى مكان آخر تدمير الغطاء النباتي طبعا تدمير الغطاء النباتي بيؤدي إلى حدوث أو إضعاف سمك التربة الرعي الجائر وأيضا بعض السلكيات الخطأ اللي يقوم بها الإنسان زي طبعا تجريف التربة وصناعة الطوب يبع عندي خمس أسباب من الأسباب اللي أدت إلى انجراف التربة هنقول اختصار لهذه الأسباب واحد الرياح رقم اثنان المياه رقم ثلاث تدمير الغطاء النباتي رقم أربعة الراعي الجائر ورقم خمسة سلوكيات الإنسان القاطئة زي إنشاء مصانع للطوب من الطم ده بالنسبة للسؤال الأول هو ما الأسباب التي تساعد على انجراف التربة لو رحنا مع بعض على السؤال الثاني كيف يسهم الغطاء النباتي في تثبيت التربة احنا قلنا الغطاء النباتي لها دور كبير وجزور النبات لها دور كبير في تثبيت التربة وذلك بنخال ايه أول شيء إن ذلك يمنع أو يحول دون تظاهر التربة وانجرافها لإن جزور النبات بتعمل على تثبيت التربة أيضا بتحافظ على الماء طبعا وبتدوير المغزيات للتربة هذه الجزور طبعا لها دور كبير طبعا احتفاظ فيها المياه وبتغزل ايه التربة أيضا بتحد من التعرية النتجة على المياه والأرياح يبقى أنا ممكن ألخص كلام ده في كيف هيسهم الغطاء النباتي في تثبيت التربة أول شيء إن جزور النبات تعمل على تثبيت التربة من خلال ازاي الحفاظ على الماء وتدوير المغزيات يبقى كده إن جزور بتحافظ على الماء وتدوير مغزياتها للتربة كده في النهاية بيؤدي إلى تماسك وتثبيت التربة تاب النسبة لجزور النبات لو المقصود به الغطاء النباتي لو رحنا إلى السؤال الثالث الاقتراحات الحلول واللي احنا ممكن نقدمها للتغلب على مشكلة انجراف التربة لو تذكرنا مع بعض في آخر سؤال تكلمنا فيه في الحصة الماضية ما هي الحلول والمقترحات لحل مشكلة انجراف التربة من هذه الحلول أول هذه الحلول أول شيء وضع مصدات لرياح ونحن قلنا مصدات لرياح عشان أحمل نبات أيضا بزود الغطاء الزراعي يعني باهتم بزراعة النبات والغبات وأيضا باهتم بالأبحاث والدراسات حول مشكلة انجراف التربة أيضا من ضمن الأشياء المهمة نشر الوعي الثقافي عند المزارعين بطرق الحراسة وأوقاتها يعني حرص التربة تكون لها مواعيد محددة وزمن محدد أيضا من ضمن الحلول والمقترحات أننا بعالج مشكلة ميل الأرض عن طريق طبعا إنشاء المدرجات الزراعية يعني عندي أكثر من حل لحل مشكلة انجراف التربة هنلخصهم مع بعض الاهتمام بالأبحاث والدراسات الخاصة من جراف التربة أيضا وضع مصادات لأرياح زيادة الغطاء الزراعي علاج مشكلة ميل الأرض والانحضارات الجبلية عن طريق طبعا المدرجات الزراعية ونشر الوعي الثقافي عند المزارعين بطريقة الحرص وأوقاتها المناسب ده خاص بالسؤال الثالث الفقرة القمتلات بسؤال ده مهم جدا السؤال الثالث يعتبر من أهم الأسئلة وتلخيص شامل لكل عناصر الدرس الأسباب والحلول لمشكلة انجراف للمياه طبعا هننتقل مع بعض في صفحة 102 الآخر أسئلة التدريبات وهو السؤال الرابع أو جد العلاقة بين كلين مما يأتي غزارة الأمطار وانجراف الطربة معروف علاقة عكسية ليه؟ إحنا عارفين كلما زاد المطر ببفيسيول بتأدي إليه؟ إلى تفتت الطربة ونقلها طبعا من أمكانها إلى مكان آخر فأصبحت العلاقة حكسية زاد المطر فتت الطربة ونقلها من مكان إلى الأخر طيب إيه العلاقة بين الرعي الجائر وانجراف الطربة؟ علاقة طردية معروف أن الرعي الجائر بيعمل عليه تراجع كثافة الغطاء النباتي مما يضعف تماسك للطربة يبا هنا الرعي لو زاد طبعا بيه هنا طبعا بيه قد إليه قلة كثافة الغطاء النباتي وتراجع كثافة الغطاء النباتي مما يضعف تماسك للطربة فهي ممكن تمشي علاقة طردية وعكسية لكن معيه مع بعض لأن لما زيد الرعي بيتراجع ويقل كثافة الغطاء النباتي بالتالي بيضعف من الطربة طبعا معروف أن جزور النبات لها دور كبير في تثبيت الطربة وبكده يكون حلنا التدريبات اللي خاصة بدرس انجراف الطربة وشاكرين لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي على الأستاذ أحمد عبد الحديد